المعارضة الباكستانية تأخذ خطوة إلى الوراء انقضى الحدي وثلاثون من ديسمبر كانون الأول من دون استقالات نواب تحالف أحزاب المعارضة استقالات كان قادة الحركة الديمقراطية الباكستانية قد وعدوا بتقديمها لزيادة الضغط على الحكومة وعدل تحالف المعارضة المكون من أحد عشر حزبا معارضا عن خطوته بعدما تأكد أن الاستقالات ضغط سياسي وليس دستوريا على الحكومة استقالاتهم لا تمكنهم من حل المجلس الوطني ورئيس الوزراء كان محقا عندما قال إنه سيجري اندخابات خاصة بالمقاعد الشاغرة وفي هذه الحال سيخسر نواب المعارضة مقاعدهم متفقون على هدف إسقاط الحكومة لكنهم مختلفون على الوسائل هكذا يصف كثيرون واقع التحالف المعارض هنا فاستقالة نواب لو حدثت كانت تعني إخراجهم من الملعب السياسي تواجه الحكومة تحديا ذا شقين التحدي الأول يتعلق بقضايا مثل التضخم والبطالة والاقتصاد أما التحدي الثاني فهو الافتقار إلى الاستراتيجية السياسية وإن لم تفاوض المعارضة فستلجأ إلى احتجاجات الشارع الحديث عن استقالات نواب المعارضة لم يشمل نواب حزب الشعب فيتمسك الحزب بخوض انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة ويدرك قادة حزب الشعب أن خسارة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات ستمكن الحكومة من إجراء أي تعديل دستوري تراه مناسبا سحابة حوار سياسي تخيم على أجواء الطرفين أكثر من أي وقت مضى ولا يستبعد مراقبون تسوية الخلافات مقابل وقف الملاحقات القضائية ضد قادة تحالف أحزاب المعارضة بلال الأسطل العربي إسلام بار